وحين سقطت الدولة الرومانية بكل أنظمتها السياسية والاجتماعية سادت في الشرق الأوسط موجة من كراهية الملذات والشهوات والزهد في متاع الحياة الدنيا تطور معها وضع المرأة إلى طور جديد من الإهانة والإذلال وتمثل في بعث الاعتقاد بالخطيئة الأولى التي ارتكبتها المرأة حسب ما تقرر النصوص الدينية وكذلك الحكم بنجاسة جسدها وبوجوب الابتعاد عنها قدر المستطاع اللهم إلا للضرورات التي تبيح المحظورات وقد مثلت هذه العقيدة الشغل الشاغل حتى القرن الخامس الميلادي حيث عقد مجمع بفرنسا عن المرأة هل هي جسم لا روح فيه يتفتت بالموت ثم يتحول إلى تراب ولا شيء بعد ذلك أو هي جسم ذو روح تبعث وتدخل الجنة أو تصلى نار الجحيم وقد انتهى المجمع بأغلبية الآراء إلى أن المرأة جسد خال من الروح الناجية ولم يستثنوا من هذا التعميم إلا السيدة مريم أم المسيح عليهم السلام وظلت المرأة أسيرة هذه النظرة الدونية ولم تتحرر منها إلا حين تحرر الأرقاء والعبيد ترجمة نانسي قنقر